تابع معكم بأدوات الاستراتيجية اليوم بدي أحكي شوي أشرح أدات استراتيجية مهمة لتحليل المنافسين ولتحليل استراتيجياتهم وكيفية الرد عليهم هذه الأدات اسمها 4 corners analysis يعني تحليل الزوايا الأربعة هذه الأدات يعني خليني أقول أول شيء لماذا نحتاج هذه الأدات بعدين بدي أقول مين عمل هذه الأدات مين طورها وكيف تعمل هذه الأدات أنتو بتعرفوا اليوم أنه إذا أنت عم تنافس بالسوق أما أنت بمنظمة أما بجيش بعسكر يعني هذه الاستراتيجيات اللي عم نحكيها بعالم الأعمال من الممكن أيضا أن تطبق في العالم في الميدان العسكري من الضروري أنك تعرف ما هي نوايا المنافس ما هي نوايا الخصم هذا الأمر يعتبر مهما جدا حتى تعرف كيف بدك ترد عليه حتى تعرف كيف بدك تلعب معه على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى التكتيكي ولكن اليوم يفشل الكثير من المدراء في استنتاج رؤى يعني كيف بده يستجيب للمنافسين كيف المنافس بده يستجيب لاستراتيجيتك لأن هؤلاء المدراء لم يقوموا بعملية تحليل لنوايا المنافسين لقدرات المنافسين هون يعني نحن نعرف أنه في عنا أدوات تحليل استراتيجي أخرى مثل SWOT Analysis يعني تحليل SWOT لهو بيركز على القدرات الداخلية والخارجية للمنظمة ولكن هذه الأدات SWOT لا تساعد المحلل أنك أنت تفهم ما يحفز هذا الخصم ما يحفز هذا المنافس كيف هذا المنافس يعني هل هو يستطيع أن يكون بتنفيذ استراتيجياته وفقا لقدراته هون SWOT ما بيساعدنا على هذا الأمر من هون عم نقول أنه تحليل الزوايا الأربعة اللي يطلع فيه بيتر دراكر بدي شوف كيف بدي يساعدني بهذا المجال طيب ما هو تحليل الزوايا الأربعة الـ Four Corners Analysis هذه أدات للتحليل الاستراتيجي طورها طبعا عالم الإدارة وخبير الاستراتيجيات الشهير والأستاذ الكبير مايكل بورتر هذا الرجل له عشرات المؤلفات في الإدارة والاستراتيجي يعني هو أبو الإدارة الحديثة مايكل بورتر راح مايكل بورتر قال لك أنت هذه الأدات بدأت تساعد الاستراتيجيين في المنظمة بدأت تساعد الفريق القيادي في المنظمة على تقييم نوايا وأهداف المنافس والخصم ونقاط القوة التي يستخدمها لتحقيق أهدافه يعني بده يشوف لك أنه هذا الخصم اللي عندك أما المنافس بالسوق ما هي نواياه ما هي أهدافه كيف يقوم بتحقيق أهدافه ما هي نقاط القوة التي يستخدمها لتحقيق أهدافه هل يمتلك هذا الخصم نقاط ضعف تستطيع أنت أن تواجهها بنقاط القوة في منظمتك يعني هذا الهدف الرئيسي من هذه الأدات كيف أيضا يعني يتم مقاربة هذه الأدات بتروح أنت بتفحص الاستراتيجية الحالية للمنافس ترى في أهدافه المستقبلية ترى تنظر كيف يفترض أن السوق يتحرك ترى كيف يتعامل مع قدراته الأساسية ترى كيف يتعامل مع القيمة ابتكار القيمة ترى كيف يتعامل مع سلسلة القيمة لديه وسلسلة التوريد وإلى ما هناك من أمور تكشف لك هذا المنافس أو تكشف لك هذا الخصم وتجعله يعني مكشوفا أمامك طبعا هم في عندنا نحن ماركت انتليجنس يعني في عندنا مثل استخبارات الأعمال عندنا أنك كيف تقدر تروح تجيب هالداتا من السوق تكون هالداتا هالانفورميشن من الممكن تكون متاحة ولكن أنت تربطها ببعضها البعض بطريقة يعني الداتا ماينينج بطريقة استخراج الرؤى والكثير من الأدوات طيب هذه التحليل الزوايا الأربعة يعني بده يجيب على مجموعة من الأسئلة ما هي دوافع هذا المنافس بدي أحكي عنه لا طبعا بالتفصيل بس هلا بشكل عام ما الذي يفعله المنافس أو الخصم اليوم وما الذي يستطيع فعله وهو لا يعرف ربما هذا المنافس يستطيع أن يؤذيك في مكان معين وهو أيضا لا يعرف أنه يستطيع أن يفعل ذلك ما هي نقاط قوته وضعفه ما هي الافتراضات التي وضعها الفريق القيادة لدى الخصم يعني هذا الفريق القيادة لما راح بنى استراتيجيته أما بنات مجموعة التكتيكات في عنده افتراضات افترضها عن السوق افتراضات افترضها عن الميدان هل تساعدني معرفة افتراضات الفريق القيادة على الدخول في استراتيجيته وربما تفكيكها يعني هذا تحليل الزوايا الأربعة بشكل عام الآن تحليل الزوايا الأربعة من خلال هذه العملية شو بده يفيدك بده يخليك تروح تحدد استراتيجية تنافسية استراتيجية حربية استراتيجية دفاعية لمنظمتك تناور حول أهداف الخصم تناور حول استراتيجيات الخصم ونقاط قوته وتوظف إلى الحد الأقصى قدرات منظمتك في المواجهة هذه يعني من أهم نتائج تحليل الزوايا الأربعة الآن ما هي مكونات هذه الأدات كيف تعمل كيف يعمل هذا التحليل بلك أنت أول شيء هذا متمحور حول أربعة زوايا يعني واضح أنه أربعة زوايا الزاوية الأولى التي عليك أن تنظر إليها هي الموتيفيشن هي الدوافع الدرايفرز المحركات ما الذي يحرك هذا الخصم الزاوية الثانية التي عليك أن تنظر من خلالها هي الكيرينت ستراتيجي الاستراتيجية الحالية للخصم للعدو للمنافس بدك تنظر إليها بحكيها الآن بالتفصيل كيف تنظر إليها والزاوية الثالثة هي المانجمنت أسامشنز افتراضات القيادة عند هذا الخصم افتراضات الإدارة والزاوية الرابعة الكابابليتيز هون تنظر من خلال قدرات هذا المنافس هل يستطيع فعل ما يهدد به هل يمكنه أن يتقدم ضمن استراتيجيته الموضوعة وإلى ما هناك فهذه هي الزاوية الأربعة ناخدهم زاوية زاوية ونفصلهم بشكل أكبر الدوافع والمحركات أنت لما تروح تكون عم تعمل بروفايلينج لخصم بروفايلينج يعني تبني له ملف ملف استخباري تبني له ملف تجاري هذا الأمر الأول الذي تنظر فيه هو الدوافع يعني أنت بدك تروح تفهم أنه ما هي أهداف هؤلاء المنافسين وهؤلاء الخصوم المعلنة وربما غير المعلنة هل هم راضين عن أدائهم الحالي كيف يقومون برد فعل تجاه القوى الخارجية وما مدى احتمال تغيير استراتيجيتهم يعني تسأل بعض الأسئلة أنه هؤلاء ما الذي يدفعهم إلى الأمام هل هي أديولوجيا معينة هل هي يعني طموحات معينة هل هي قدرات زائدة ما الذي يدفعهم إلى الأمام ما الذي يدفعهم للمنافسة أيضا للمواجهة وكيف يحفظوا هذا ويشكل استراتيجيتهم هو أنا عم بفهم شوي شوي كيف هني عم بروحوا يشكلوا استراتيجيتهم من خلال دوافعهم من خلال إديولوجياتهم من خلال ما يفكرون به فبالمنظار الأول بدي أشوف الدرايفرز بروح بيطلع من الزاوية التانية بشوف الكيرنٹ استراتيجي كيرننت استراتيجي الاستراتيجية الحالية ليش بيشوفها لأنه إذا كان عنده هذا الخصم استراتيجي عم بطلع له نتائج عم بطلع له نجاح هم بطلع له انتصارات فعلى الأرجح أنه سوف يتابع هذه الاستراتيجية وأنا أكون هنا قد كشفت على الأقل ما هي استراتيجيته يعني أنت بتروح بتسأل هون كمان كيف يتصرف هذا الخصم هل هو سعيد بنتائج أفعاله في السوق هل هناك فجوة بين استراتيجيته المقصودة لهي الانتندد استراتيجي كتبت لكم يا بالإنجليش واستراتيجيته المحققة لهي الريالايزد استراتيجي يعني هو هذا يدعي أنه في عنده استراتيجية يعني متطورة وبدأت أدمل قدام وتعمل وكذا 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 هاي من إلا نحن الانتندد استراتيجي هاي استراتيجي اللي مكتوبة بالتقارير اللي مكتوبة عنده بس الريالايزد استراتيجي هو شو عم يقدر يحقق من هذه الاستراتيجية في عنده فجوة في نأدخل في هذه الفجوة أنظر من خلالها أو هل هناك احتمال أن يقوم بتغيير جذري في استراتيجيته الحالية بسبب عدم النجاح أو هل سوف يستمر في نفس الاتجاه بس أعرف طريق هذا المنافس أعرف طريق هذا الخصم أستطيع أن يعني أتنازل معه على هذا الطريق فهذا المنظار الثاني المنظار الثالث اللي بدي شوفه بدي شوف افتراضات الإدارة يعني هذا الفريق القيادي عند الخصم بيطلع بيصرح بيطلع بيعلن بيطلع بيبني افتراضات وتوقعات بدي تفيدني بدي شوف كيف بدي يفهم أنه هذا الخصم أما هذا المنافس في عنده نقاط عمياء أنا شفته هو عم يحكي بالافتراضات هو مش شايفها في عنده محلات من إلها نحن معتمع عنده مش قادر يشوفها من خلال ما يتكلم من خلال ما يصرح به ماذا يعتقد عن نفسه عن منظمته عن البيئة التي يعمل بها هل هو يفترض أن لديه نقاط قوة معينة وهي في الحقيقة ليست نقاط قوة هل افتراضاته سوف تجعل من استراتيجيته استباقية تفاعلية عدوانية دفاعية فيني أقرى كثير من خلال افتراضات الفريق القيادي لهذه المنظمة أستمع كثيرا إليهم أقرأ منشوراتهم أعرف افتراضاتهم وأعرف كيف سوف يشكلون استراتيجيتهم المستقبلية المنظار الرابع هو الكابابليتيز القدرات يعني ممكن هذا الخصم هذا المنافس عنده استراتيجيات كبرى بيقول لك دوافع عنده شيء بيحفزه ولكن أنا أعرف أن قدرات تلك المنظمة لا تخدم تلك الاستراتيجيات لا تساعدها على الاستجابة لضغط القوى الخارجية فهون إذا بقدر أفهم شو هي قدرات المنظمة بقدر أفهم الفجوة ما بين استراتيجياتهم استراتيجياتهم خلينا نقول المرسومة اللي حكيت عنها قبل شوي الانتندد استراتيجي وبين استراتيجيتهم المحققة بشوف أنا شو هي أفضل خياراتهم لاستجابة للمنافسة يعني أنا إذا رحت لعبت معهم لعبة خفض الأسعار كيف بدون يتأثروا عندهم القدرات لحتى يلعبوا نفس اللعبة ولا لا إذا رحت لعبت معهم لعبة التأثير على شبكة القيمة وشبكة التوريد هل يمتلكون القدرات من أجل الاستجابة لهذه اللعبة ولا لا بتدرس دوافعهم هوني بكون يعني حكيت عن تحليل الزوايا الأربعة عن فهم المنافسين عن تشكيل ملف استخباراتي عن هذا المنافس عن هذا الخصم عن هذا العدو حطت لكم بهذه السلايد نموذج مثال عن تحليل الزوايا الأربعة لمطعم للوجبات السريعة بتمنى أنكم أنوا تقروا وتشوفوا واضح جدا بالإنجليش اللي بدوا مساعدة يسألني سؤال وأراكم في المزيد من الأدوات الاستراتيجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة